وصرنا اتغير سعر الصرف كل الكتل السياسية بدون استثناء عرض عليها الموضوع وايدت كل الكتل السياسية ونقول افلان وافق او ما وافق طبعا كل الكتل السياسية عرض الموضوع والكتل السياسية تفهمت موقف الحكومة فرق الكتل السياسية ما مطلوب منها ان توافق او متوافق ولا الحكومة تحتاج ان الكتل السياسية تقولها امشي او ما تمشي بس تدري عادة الحكومة توافقية حكومة شكلت الأحزاب وهذا قرار خطير يمس سعر الصرف وحياة الناس اجت تخذت رأي أحزاب والكتل السياسية وشرحت لهم ياب هذا موقفنا وزير المالية يتكلم وزير التخطيط يتكلم محافظة البنك المركزي العراقي يتكلم وأيدت قالوا ياب احنا خلص لا ما ناص من ذلك يعني احنا نحسن وما نخفض رواتب الموظفين ونخفض النفقات بشكل يؤثر على الدولة خل نروح نغير سعر الصرف دكتور هنا انا اكو سؤال يطرح نفسه هل الان يراد ان يكون وزير المالية هو الضحية لانه قرار من هذا النوع تم التسويت عليه بمجلس الوزراء وتم التسويت عليه في مجلس النواب وبطلب حكومي والوزير المالية هو جهة تنفيذية نفذ الرغبة الحكومية ونفذ رغبة الجهات المالية هل نعتبر انه وزير المالية سيكون يشيل الليلة بوحده والله بصراحة السيد وزير المالية اخواني عندي ملاحظات على اداء وهذا موعب ماكو انسان متكامل واني تدري ثلاث سنوات رئيس اللجنة المالية وهو وزير للمالية تقريبا سنة ونصف استضافينا استضافات كثيرة وكانت عندي لقاءات معات شبه دورية اسبوعية الرجل للامانة عمل بنزاهة كبيرة جدا وعمل بجهد كبير جدا لمعالجة ملفات الوضع الوضع المالي نعم هو اجي على وضع مالي مزري اجي على عجز كبير جدا اجي على قرارات لنفقات عالية جدا وحتى في مجلس الوزراء الحالي صار مكروه هذا الرجل من قد ما كان يحترض على القرارات اللي بيها زيادة نفقات يا ابا ما عدنا يا ابا النفقات تزيد بشكل كبير يا ابا اراداتنا مدد كفي وكثير من القرارات يا اما تحفظ عليها ورفضها ولكن مجلس الوزراء صوت عليها ومشاها اليوم حقيقة مكان ما نجي ندافع عن سياسة هذا الرجل رغم الملاحظات انا ماذا اقول متكامل العمل مالته انا سابقا عند انتقادات على عمل وزارة المالية نجي اليوم نخلي وحده امام المواجهة وكأنه يتحمل مسؤولية تغيير سعر الصرف ويتحمل زيادة المدونية ويتحمل ما يتحمل انا اعتقد السيد وزير المالية ما كان عنده خيار اخر يعني كان خياري اما يخفض رواتب الموظفين الى النصف او يروح بالتجاه تعديل سعر الصرف ولكن كان من المفترض على سيد وزير المالية صراحة وانتكلمت معه اكثر من مرة بصفته وزير المالية وبصفته نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية نعم يعني المفروض وزارة التخطيط والبنك المركزي ووزارة الصناعة والزراعة هي جزء من الفريق اللي يعمل بمعيته كان من المفترض عندما غير سعر الصرف ان يعالج الاثار السلبية مباشرة لتغيير هذا السعر لان الناس الفقر زاد فقرهم خط الفقر زاد البطالة زادت الاسعار زادت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة